ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومستوياتهم التعليمية فدأبت الوزارة على أن ينال كل فرد في المجتمع على حقه في التعليم لا سيما من بلغ سن الزامية التعليم وذلك من خلال فتح باب التسجيل العام الدراسي بشكل مبكر بدلا من الانتظار إلى نهاية العام الدراسي كما عملت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومجلس التعليم العالي على تتشين مبادرة تمكين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من مواصلة دراستهم الجامعية لتحقيق التطور التعليمي والذاتي لنزلاء الإصلاح والتأهيل ومن منطلق حرصها على دقة نتائج الطلبة أجرت الوزارة امتحانات الدور الثالث للطلبة المتعثرين دراسية والذين لم يتمكنوا من اجتياز متطلبات التخرج في الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي بهدف منحهم فرصة إضافية للتعويض ولإثبات قدراتهم على النجاح والتخرج وبالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل لنظام تحسين المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الثانوية اعتبارا من الثامن والعشرين من يناير وحتى الحادي عشر من فبراير المقبل والذي يرتكز بشكل أساسي على السماح للطالب بدراسة عدد من الساعات المحددة ذاتية ومن ثم الدخول للامتحانات النهائية مجددا حيث ترصد للطالب النتيجة الأفضل تأتي مبادرات وزارة التربية والتعليم التشجيعية لخلق جيل يتمتع بمستوى عال من العلم والمعرفة وتهيئة الأرضية الخصبة أمام جميع الطلبة لبناء مستقبلهم الواعد ترجمة نانسي قنقر